السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا تهتموا لحديثهم فالمواقف تعطيك الإجابات بكل وضوح وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع طالبة مجتهدة جدا في علم الرياضيات اسمها مارجريت وبتكون بتعمل انترفيو مع صحفية وده لأنها بتعمل الماجستير بتاعها عن نظرية عملها عالم كبير اسمه جولدباخ والحد وقتنا الحالي مفيش حد قدر يوصل لحل النظرية دي من بعده وبنعرف وقتها أن مارجريت ما بتعملش أي حاجة في حياتها حرفيا إلا أنها بتذاكر وفي بعض الأوقات بتتمشى وبتقضي وقت قليل جدا لتلعب مع أمها وهي دي حياتها باختصار ساعتها بتخلص مارجريت الانترفيو بتاعها وبتروح على الجامعة على طول وبتدخل القاعة اللي فيها الدكتور فيرنر واللي بيكون المشرف على رسالة الماجستير بتاعها وبتلاقيه كاتب مسألة للطلاب ومفيش حد عارف يحلها وبيتصدموا ساعتها لما مارجريت بتجيب أكتر من حل فبيحييها فيرنر وبيعرف الطلاب أن مارجريت المحاضرة اللي جاية هتعرض رسالة الماجستير بتاعتها عن نظرية جولد باخت وبيقول لهم يبحثوا عنها ويذكروها كويس علشان يفهموا كل اللي مارجريت هتقولوا بعد كده فيرنر بيفاجئ مارجريت أنه بقى مشرف على رسالة ماجستير قريبة من بتاعتها مع طالب مجتهد جدا اسمه لوكاس وبيكون عاوز مارجريت تتعاون مع لوكاس علشان يوصلوا النتيجة تبهر الجميع لكن مارجريت طول عمرها بعيدة عن الناس وما بتحبش تتعاون مع حد خصوصا في علم الرياضيات علشان كده مش بتدي اهتمام لوكاس خالص لما بتشوفه وبتسيبه بتروح المطعم تاكل وهي بتذاكر وساعتها بتلاقي مجموعة شباب كده قاعدين يغنلها علشان هي أشتر واحدة في الجامعة وأول ما بتقعد بتلاقي لوكاس جاي وراها وبيتكلم مع اتنين أصحابه وبيتفق معهم على خروجة بالليل وقتها بتشوفه إنه شاب مستهتر وبتتأكد إنها ما ينفعش تتعاون معه في رسالة مهمة جدا قضت فيها وقت طويل علشان توصل للحل وبتسيبه بتقوم تكمل مذاكرة في الشارع وحتى بتفضل طول الليل قاعدة قدام الكتاب ومش بتشيل عينها منه غير لما أمها بتتصل تطمن عليها وبتعتذر لها إنها مش هتقدر تحضر تقييم رسالة الماجستير بتاعتها لإنها وراها شغل مهم المهم إن مارجريت بتفضل تذاكر لحد ما بتوصل لنقطة كده بتشك إنها غلطانة فيها فبتروح تاني يوم لفيرنر الصبح علشان يشوف الجزء ده لكنه بيصدمها بتجاهله وبيقول لها إنه مش فاضي وبيعرفها إن لوكاس ممكن يساعدها في حل الجزئية اللي هي عاوزاها لكن مارجريت بتلاقي إن لوكاس بيعزف مع زميله ومش مهتمة خالص بالرسالة فبتقرر إنها تعتمد على نفسها وبنيجي بقى لليوم اللي بتعرض في الرسالة وبتكون عاملة حساب لكل خطوة وبرهام بتثبت بيد نظرية لكن وقتها لوكاس بيصدمها إن في دليل واحد مالوش إجابة ساعتها بتتوتر مارجريت وبتحاول تشوف له رد لكن للأسف بتقف عجزة والجزء اللي فشلت في ده هو نفس الجزء اللي طلبت من فيرنر يبص عليه وهنا بتحس إن تعبها طول الفترة اللي فاتت ضاع على الأرض وبتفضل حبسة نفسها في القوضة من الحزن لكن تاني يوم بتروح لفيرنر مكتابه وبتعادبه علشان ماهتمش بيها وبتبقى مصممة إنها تبدأ الرسالة من أول معاه لكن بتتفاجئ إن فيرنر تخلى عنها علشان فشلت في التجربة الأولى وبيقول لها تجرب مع دكتور تاني لإنه هيشرف على الرسالة بتاعت لوكاس في الوقت ده الدنيا بتقفل فوشها على الآخر وبتقرر إنها تسيب الرياضيات خالص وبالليل بتلم حاجتها وبتكتب رسالة لفيرنر وبتحطها له تحت باب مكتبه وبتمشي من الجامعة من غير ما حد يعرف وبتفضل ماشية في الشوارع مش عارفة هتعمل إيه لحد ما بتتعب وبتقرر تروح تبات في فندق بس تاني يوم بيتصل عليها بيرنر أول ما بيشوف الرسالة وبيطلب منها إنه يقابلها ولما بتروح تقابله مارجريت بتلاقيه جاي يخلص ضميره وبيقول لها إنها موهوبة في الرياضة ومش عاوزها تضيع موهبتها وحلم عمرها في أول خطوة وبينصحها تبدأ تحضر رسالة تانية وبيرشح لها دكتور تاني بس وقتها بتحس مارجريت إنه أناني وسبها علشان فشلت في إثبات النظرية بعد كده بتروح تقدم في شركة مستحضرات تجميل والمديرة اللي بتدربهم بتطلب منهم يعملوا استفتاء في الشارع عن منتجاتهم لكن وقتها مارجريت وبنت كمان اسمها نوا بيعترضوا على طريقة عرض المنتجات فبتتعصب عليهم المديرة وبتطردهم ومن هنا تولدت علاقة صداقة بين مارجريت ونوا رغم إن نوا مش شبهها تماما لإنها بتشتغل راقصة هيب هوب وقررت تسيب المجال اللي بتحبه وتدور على شغلانة تجيب منها فلوس علشان تدفع إيجار الشقة المؤخر فبتقترح عليها مارجريت ساعتها إنها تدفع لها ثلاث شهور مقدم وتقعد معاها في الشقة طبعا وقتها نوا ما بتصدق وبتاخدها معاها تفرجها على الشقة ورغم إن المكان بيكون متبهدل جدا وفوضوي لأبعد الحدود إلا إن مارجريت بتوافق وبيرجعوا على طول صاحب الشقة الصيني علشان يدفعوا له الفلوس بس وقتها بقى مارجريت بتشوف عنده مجموعة شباب بيلعبوا لعبة صينية قديمة وبتلاحظ إنها بتعتمد على الحسابات فبتسألوا على اسمها وبتنزلها وبتقضي وقت طويل جدا عليها لحد ما بتتعلمها وبتروح بعدها تقدم على وظيفة بيعها في محل أحزية وأول ما بتتقبل بيشوفها واحد من زميلها بتحفظ تاريخ شركات تصنيع الأحزية كلها علشان تقدر تقنع العملاء وبالليل بترجع البيت تفضل تلعب اللعبة الصينية على التليفون لحد ما بتسمع صوت نواة فبتروح تتكلم معاها عن علاقاتها العطفية وبتحاول تتعلم منها لإن عمرها ما أعجبت بشاب بطول حياتها تاني يوم بقى بتحاول إنها توقع زميلها في الشغل وتخلي حبها لكن علشان هي مش متعودة على كده بتبان إنها سازجة جدا فبتعرف إن الكاردة مش كارها وبتخلص شغلها وبتمشي على طول وفي الطريق بقى بتتفاجئ بلوكاس بيكلمها علشان ترجع الجامعة تاني لكنها بترفض وبتقفل في وشه السكة ولما بترجع البيت بتلاقي نواة تلبس وخرجة تصهر مع زميلها فبتطلب منها تاخدها معاها ودي بتكون أول مرة لها تدخل بر وتشرب وما بتبقاش حاسة بنفسها لدرجة إنها بترمن مشروب بتاعها فوش واحدة علشان شافتها بتتخانق مع نواة ساعتها بتاخدها نواة وبيروحوا بر تاني وهناك بقى بتعجب بشاب وسيم واقف لوحده كده ولما بتلاقيه ماشي بتتجرق وبتروح وراه بتقوله إنها معجبة بيه وبتروح تقضي معاه باقي اليوم وطبعا لولا إنها شربة ما كانتش تتجرق تعمل حركة زي دي تاني يوم بقى بتروح مرجلة الشغل وبتكون ريئة على الآخر لحد ما بتلاقي أمها بتتصل عليها وبتقول لها إن فيرنر كلمها وحكالها على كل حاجة فبتقفل معاها وبتروح الجامعة فيرنر تتخانق معاه وبتقوله مالوش علاقة بيها تاني وكمان بتواجهه بأنانيته وبتسيبه وبتمشي بس الغريب إنها لما بتلاقي لوكاس قدام المكتب بتروح تضربه بالألم من غير سبب كده بعدها بترجع البيت بتلاقي صاحب الشقة بيجري وراها وبيقول لها إن عاوز إيجار الشهر الجديد فبتتصدم وقتها لإنها دفعة ثلاث شهور مقدم فبتسيبه وبتطلع تسأل نواة ودة الفيلوسفين فبتعرف منها إنها دفعت المبلغ القديم والباقي دفعته في موساب إطراص كانت بتتمنى تشارك فيها زمان وبتوعدها نواة إنها هتدفعهم لكن مارجريت بتبقى عارفة إنها مش هتقدر تجمع المبلغ ده في المعادل محدد للإيجار وساعتها بقى بتضطر إنها تروح لصاحب الشقة وبتقوله إنه معاها 350 يورو هتلعب بيهم في اللعبة الصينية مع زبينه ولو خسرت هتسيب الشقة الصبح وقتها بيصخر منها صاحب الشقة وبيقول لها إنه موافق لإنه عارف إنها هتخسر ده غير إن زبينه أصلا بيبضلوا يضحكوا لما بيلقوها هتقعد تلعب معاهم بس أول ما بيبدأ اللعب كل الموجودين بيتصدموا لإنها بتقدر تجمع كل الأوراق الربحة مع بعض بسهولة وبعد ما بتكسب كل الفلوس اللي معاهم بتاخدها تديها لصاحب الشقة للإيجار لكن صاحب الشقة بيبقى مبهور جدا وقتها وبيطلع يجري وراها وبيعرض عليها إنه يخليها تلعب في صلاة كتير تابعه وهتاخد نسبة من الأرباح بس مارجريت بتتجاهله وبتجري على البيت لإن اللعبة ألهمتها بطريقة جديدة تقدر من خلالها تثبت نظرية جولدباخ وبتدخل قضيتها تطلع الورق وبتفضل تذاكر طول الليل ومش بس كده دي حياتها كلها بتتحول لمذاكرة طول اليوم وبالليل بتقامر في الصلاة الغير قانونية علشان تكسب فلوس كتير من ناحية ومن الناحية التانية تقدر تلاقي صغرة في اللعبة تستخدمها في تحليل النظرية لحد ما في يوم بتجيلها أمها تطمن عليها وبتتصدم لما بتعرف إنها سابت حلم حياتها وبقت بتقامر في الصلاة بطريقة غير قانونية وبتفضل تلوم نفسها علشان ما قدرتش تبقى جنبها وتحميها من نفسها بس مارجريت لما بتلاقيها زعلانة عليها بتطمنها إنها بدأت تشتغل تاني على الرسالة وبتوعدها إنها تنجح فيها المراضي وفي نفس اليوم بالليل بتدهن جدران الأوضة بتاعتها باللون الأسود وبتستخدمها كسبورة وبتفضل تذاكر وتكتب عليها لحد ما بتتعب وبتقعد تلعب بالكرة بتاعتها ساعتها بتكون نواهية كمان بتتضرب وبتروح تقعد معاها في الأوضة وبتقول لها إنها خايفة تفشل في المسابقة لكن مارجريت بتشجعها وبتقول لها إنها كانت معجبة جدا بطريقة رأسها لما كانوا مع بعض في البار بعدها بتمشي نواة بقى علشان هتقعد أسبوعين بيتها في فندق تابع المسابقة أما مارجريت فبتدخل تاخد شاور وبتسمع في الراديو إن فيرنر هيقدم رسالة الدكتورة بتاعة لوكاس بنفسه علشان هيستخدم الرسالة في إثبات نظرية جولدباخ وقتها بتقرر مارجريت تروح للوكاس تاني يوم علشان تعتذر له عن الألم اللي ضربتهوله وبتطلب منه يروح معاها البيت وبتوعده إنها محضر له مفاجأة هتصدمه فبيوافق لوكاس يروح معاها وبيتفاجئ إنها لسه مهتمة بإثبات النظرية وقاضت أكتر من شهرين علشان توصل الجزء ده وكمان بيكتشف إنها استخدمت طريقة جديدة مفيش حد فكر فيها قبل كده علشان كده لما بتعرض عليه إنهم يشتغلوا مع بعض على النظرية بيوافق على طول لكن بشرط من مارجريت إن فيرنر ما يعرفش أي حاجة عنهم لإنها عاوزة المشروع ده يتسجل بإسمهم لإنه هيبقى اكتشافهم بعدها على طول بيبدأوا يذكروا مع بعض وبيحاولوا يوصلوا الحل لكن في الأول اللي اتنين ما بيبقوش واخدين على طباع بعض لوكاس بيبضل يخبط على صدره كتير لإن العادة دي بتساعده على التفكير أما مارجريت فما بتعرفش تركز غير في هدوء علشان كده بتحط سماعة في ودنها وهما بيذكروا بس رغم كده لوكاس مش بيحس إنهم متناغمين مع بعض لإنها انطوائية والأجواء بينهم مش مهيئة للتعاون علشان كده بيتجرق وبيسألها عن سبب حبها للرياضيات في الأول لكن مارجريت بترفض تحكيله وبتقوله إن اللي بينهم شغل وبتبقى عاوزة إنهم يقوموا يكملوا مذاكرة لكنه بيقول لها إنه هيروح علشان خارج مع أصحابه وبكرة كمان مش هيقدر يجيلها علشان عنده مشوار مهم ورغم كده بعد ما بيمشي لوكاس بتفضل صهرانة زاكر لحد الصبح وفي اليوم اللي بيروح لوكاس يزاكر فيه معاها بتلاحظ إنه بيبص عليها بطرف عينه كده فبتشيل السماعة من ودنها وبتسأله عاوز إيه فبيقول لها إنه حاسس إنهم مش متفاهمين لإنها دايما حتى سماعة في ودنها ومشغولة عنه تماما فبتحس مارجريت إنه شخص كويس وينفع تشاركه حياتها الشخصية وبتقرر تاخده على مطعم صيني في الحي يتغده مع بعض وساعتها بقى بتعترف له إنها حبت الرياضيات من وهي عندها 9 سنين لإنه أمها مدرسة رياضة وكانت على طول بتساعدها في التصحيح وفي الوقت اللي أبوها انفصل عنهم فيه كانت هي اللي بتصحح كل الامتحانات بتاعت أمها وساعتها وقعت في حب الرياضيات لحد ما قابلتها نظرية جولد بخ ومعرفتش تثبتها ومن هنا زد إصرارها إنها تعمل المستحيل علشان تنجح فيها أما لوكاس فبيعرفها إن أهله ما كانوش عارفين هو ليه اختار الرياضيات لإنهم رجال أعمال وكل همهم إنه يشتغل بشهدته ويكسب فلوس كتير منها بعدها على طول بقى الجرسون بتاع المطعم بيروح ياخد منهم الحساب وبيعرف لوكاس إن مارجريت من أشهر لعبين اللعبة الصينية في الحي وقتها بيستغرب لوكاس وبيفضل يضحك لإنه عارف إن الناس بيستخدموها في الأمار وقتها بتبرر له مارجريت إنها واخداها وسيلة لكسب الفلوس وبعد كده بيرجعوا البيت يكملوا مذاكرة والمرضي بقى بيكونوا متحمسين بعد ما كسروا الحاجز اللي كان بينهم وبنلاحظ عليهم كمان إنهم بدأوا يعجبوا ببعض تاني يوم بقى بيروحوا يذاكروا في المكتبة الفترة طويلة وبالصدفة بيكون فيرنر موجود هناك وبيشوفهم وهم ماشيين مع بعض بعد كده بنلاقيهم ماشيين مع بعض ومارجريت بتقوله إنها معجبة بشكل شعره جدا علشان فوضوي ومش متسرح وهو كمان بيلاحظ إن شعرها ناعم وبيبقى معجب جدا بالأصة اللي هي عاملاها ولك أن تتخيل إنهم وقتها اكتشفوا من خلال الأصة دي طريقة جديدة تساعدها في الرسالة وعلى طول بيجروا لحد البيت وبيدخلوا ويكتبوا الفرضيات اللي جات في دماغهم وفجأة بيسمعوا الباب بيخبط فبتستغرب مارجريت ساعتها لإنها عارفة إن نواة لسه معاد رجوعها مجاش وبتتصدم لما بتروح تفتح وبتلاقي فيرنر واقف في وشها وقتها بيبقى جاي علشان يتأكد إن لوكاس بيساعدها علشان كده لوكاس بيقفل باب القوضة عليه بالراحة لكن للأسف بيلاحظ فيرنر الآلة الموسيقية بتاعت لوكاس في الصالة وبيحذر مارجريت ساعتها إنها تقف طريقه وبيحكي لها إنه كان في التحدي هو وواحد صاحبه زمان على إثبات نظرية ولما صاحبه كسبها غضب هو وقرر يثبت النظرية الأصعب على الإطلاق وهي جولد باخ وده علشان يثبت لها إنه هيعمل أي حاجة علشان يدفع عن حلمه لكن ساعتها مارجريت بيزيد الحماس جواها لدرجة إنها بتدهن كل جدران البيت باللون الأسود علشان تذاكر هي ولوكاس عليها بس لإن اللون مش هينشف إلا الصبح لوكاس بيطلب منها إنه يبات معاها فبتفرح جدا مارجريت وبتوافق والتاني يوم لوكاس بيروح لفيرنر علشان يسأله هيبدأوا في طرح رسالة الماجستير بتاعته إمتى فبيتجاهلوا بيقولوا إنهم هيشتغلوا عليها بعدين فبيتدايق جدا وقتها وبيروح يقعد مع مارجريت وبيبقى كل واحد منهم في وادي لوحده لحد ما بتقوم مارجريت فجأة وبتفضل تكتب في فرضيات اكتشفتها حالا وفي نفس الوقت نواب توصل وبتتدايق من اللي مارجريت عملته في الشقة أما مارجريت فبتخلص وبتدخل تاخد شاور وبتقول لوكاس يتأكد من اللي عملته وبالفعل لما بتطلع لوكاس بيفجئها إنها وصلت للحل وبيكونوا الاتنين في قمة ساعدتهم بس مع ذلك مارجريت ما بتعرفش اتنان من القلق وبتفضل تحلل في النتائج اللي وصلت ليها لحد ما بتكتشف إنها بش مزبوطة وبيزيلي التوتر عندها لإنه وقت طرح الرسالة مش فاضل عليه غير أسبوعين ومن شدة توترها بتتخانق مع لوكاس وبتحس إنه هو كمان كان بيستغلها علشان ياخد منها الرسالة ويتشهر وده لإنه بيحاول يهون عليها وبيقول لها إنهم ممكن يعملوها في وقت تاني لكن بسبب إصرارها إنها تكسب فيرنر في التحدي بتتعصب عليه وبتقوله إنها مش عاوزة معاها من النهاردة فبيلم لوكاس حكته بس قبل ما يمشي بيقول لها إنه وافق يضحي برسالته ومساعدة فيرنر ليه علشان يبقى معاها ساعتها بقى مارجريت بيكون حزينة جدا وبتقرر إنها تروح تقامر علشان تدفع الإيجار كالعادة لكن المرة دي علشان بتبقى متضايقة من اللي عملته في لوكاس بتخسر كل اللي معاها وعلشان تدري خسارتها بتفضل تقول إن الشخص اللي كسبها كان بيغش ومن شدة غضبها بترجع البيت وبتفضل تذاكر وبتكتب فرضيات في كل مكان في الشقة حرفيا لحد ما بتفقد وعياها وبتقع مكانها أما ولما بتلاقيها وصلت للحالة دي بتلملها شنطتها وبتقول لها تسافر تقعد مع أمها علشان تهدي أعصابها وهناك بقى بتقعد مع أمها تصحح معاها الامتحانات زي زمان وبتعترف لها إنها معجبة بواحد وباقت بتفكر فيه أكتر من الرياضيات فبتفرح أمها ساعتها وبتقول لها تروح تعترف له فبتفضل تفكر مارجريت شوية في كلام أمها لحد ما بتلاقي قضتها هرم عليه اسم العالم جولدباخ وبتقدر من خلاله توصل لحل النظرية ومن شدة فرحتها بتبعت رسالة لوكاس فورا تعرفه وبتاخد عربية أمها وبتروح له الجامعة وبتقول له إنها وصلت للحل وبتكون في قمة ساعدتها فبياخدها لوكاس وبيدخلوا قاعة توريه هي وصلت لإيه وفي نفس الوقت بيكون فيرنر معدي من جنب القاعة وبيلاقي الدكاترة وقفين بيتكلموا على مارجريت وبيقولوا إنها وصلت لتحليل نظرية جولدباخ وساعتها بقى كل الدكاترة والطلاب بيدخلوا يتفرجوا عليها وهي مش بتبقى حاسة بيهم تماما ومستمتعة وهي بتكتب النظرية بس أول ما بتخلص بتتفاجئ من العدد اللي واقف وراها وبتلاقيهم بيسقفوا كلهم علشانها وحتى فيرنر اللي كان بيتحدها بيبقى فخور جدا وبيقول لكل الدكاترة إنها تلمزته أما لوكاس وقتها فبيتدايق إن الناس متجهلا رغم إنه شارك في اكتشاف جزء كتير جدا من الدلائل علشان كده بيتدايق وبيخرج من القاعة لكن مارجريت بتفاجئوا وبتروح تجري وراء وبتعترف له بحبها وقتها بيكون في قمة ساعته وبيعترف لها هو كمان بحبه وبيقرروا يعيشوا حياة جديدة كلها تحديات يكسبوها مع بعض وبكده بينتهي في الميناء النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك لكم من علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم اشتركوا في القناة